كما أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بملف تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وخلال المؤتمر الصحفي أشار مدبولي إلى استثمار شركات عالمية في تلك الصناعة خلال الفترة المقبلة موضوع الحقيقة الاجتماعي الأول للمجلس الأعلى للسيارات واللي شاهدنا فيه توقيع أول ثلاث اتفاقيات ملزمة مع ثلاثة من أكبر التجمعات العالمية في صناعة السيارات وده يمكن كان توجيه سيادة الرئيس أن احنا عايزين نعمق من هذه الصناعة في مصر ونصل أيضا إلى تقليل الفجوة الكبيرة جدا اللي هي موجودة اللي بتخلي دايما يعني السيارات ممكن تكون نقدر أقول حضراتكم رابع يعني سلعة في حجم الاستيراد من حيث القيمة فبالتالي ده كان هدف استراتيجي لنا أن احنا نشتغل عليه والحقيقة التلات شركات العالمية يمكن حضراتكم تبعتوها اللي احنا يعني كان اسم شركة نيسان وشركة جانرال موتورز ومجموعة استيلانتس اللي هي الفرنسية دول التلاتة الحقيقة عايز أكد أن يعني حجم الاستثمارات اللي هم تعهدوا بدخها تتجاوز ال 145 مليون دولار في خلال التلات سنوات القادمة وحنصل إلى متوسط بنتكلم من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويا فقط من التحالفات دي موسيقى